اشتركوا في القناة ان يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بدوام الصحة وموفور العافية والعمر المديد ويحفظ مملكة البحرين وشعبه العزيز ويديم عليهم نعمة الامن والامان والرخاء ويرفع هذه الجائحة عن الامتين العربية والاسلامية والبشرية جمعا ورحب صاحب الجلالة برئيس وعضاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وباد لهم التهاني بهذه المناسبة المباركة راجيا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع طاعتهم وصيامهم وقيامهم معربا أيده الله عن اعتزازه بالدور الهام الذي يطلع به المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعلماء الدين الأفاضل في خدمة ديننا الاسلامي الحنيف وإظهار سماحته ورسالته الإنسانية الجامعة إلى جانب الدفاع عن القضايا الإسلامية والدعوة إلى الخير والتراحم والتحاون وتعزيز أواصر المحبة والتكافل وتقوية الترابط بين أفراد المجتمع وتعزيز القيم السامية الداعية للاعتدال والوسطية بالإضافة إلى التقريب بين مختلف الأديان والثقافات مشيدا جلالته وحفظه الله بدور المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في تنظيم ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية في دور العبادة من خلال مجلس الأوقاف وأكد جلالته أن مملكة البحرين تنظي بعون الله تعالى في السير على نهجها القويم في نشر وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي التي تقوم على التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني من جانبه يعرب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله على دعم دور المجلس للنهوض بمهمه ومسؤولياته في خدمة الدين والوطن ومبادرات جلالته الخير والإنسانية النبيلة ضارعا إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير للجميع ترجمة نانسي قنقر